مجلس إدارة الكابت المحمود الخطيب الحقيقة في ظروف صعبة جدا جدا الكل يعلمها ظروف اقتصادية على العالم كله ولكن بيطلع هذا الصرح الكبير في ظروف صعبة جدا وده من خلال برنامج انتخابي كان الكابت المحمود قدمه ومجلس الإدارة بيعمل دايما 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 على طبعا تنفيذ هذا البرنامج بإسعاد الجماهير المصرية بإسعاد الجماهير الأهلوية وخاصة الجماهير العميمية ما في الشك الحقيقة زي ما بقول لحضراتكو اللي شفته مبارح هو يعتبر رؤية مصر العشرين ثلاثين الجمهورية الجديدة اللي بيحرص عليها طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ودايما بيتكلم على الجمهورية الجديدة مبارح شفنا الكلام ده في فرع التجمع الخامس في النادي الأهلي وزي ما قال طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الأهلي الحقيقة جزء مهم جدا وجزء رئيسي في الرياضة المصرية وهو مؤسسة مصرية وطنية بتدعو للفخر دي كلمات كمان من أو يعني بستحضر كلمات من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب إن بيأكد وإحنا هنا بنأكد نادي الأهلي عبارة عن مؤسسة وطنية مية في المية وتدعو دائما للفخر كمان الكابتل محمود الخطيب الحقيقة يعني اللي بتحمل مع مجلس إدارته الحقيقة جهد كبير جدا ومسئولية كبيرة جدا جدا في ظهور هذا الفرع في الوقت المحدد الوقت المحدد من قبل مجلس الإدارة كان الشغل على قدم النصاق إزاي بيشتغلوا بمهنية كبيرة جدا جدا والمتابعة والإصرار على إن هذا الصرح يظهر باللي إحنا شفناه بارع الحقيقة كل التقدير لكل واحد ساهم في هذا